شكراً لكم شكراً لكم وحتى على منطقات السورة على بشار خلال النهار رح يزول هذا الدباب تدريجياً على المناطق الساحلية أجواء صافية تماماً إن شاء الله لاحظوا أنه بعد صحمن النوع العالي تعبر على السواحل لكن إن شاء الله بدون فعالية يعني تقص مشمس وصيفي بينما النشاط الرعدي بقى يهم المناطق مدن الهداب العليا الغربية حتى على شمال منطقة السورة بعض الخلايا الرعدي تبقى تنشط من منطقة النعامة عن صفراء مشرية سعيدة البيض حتى على بعض المناطق الداخلية الغربية محلياً تقدر تمد بعض القطارات منها الأمطار إذن على الجنوب الغربي على منطقة تينوف سماء ملبدة في بعض الأحيان مغشات مع بعض الخلايا الرعدي المنعزلة نقوى أيضاً رعود على منطقة تامن راسات أباليسا نحو برج بجي مختار وعين عزاء ما ننسوش الرياح تقدر تكون قوية تحت الخلايا الرعدي على تامن راسات تؤدي إلى بعض الزوابع الراملية مما يؤدي إلى رؤية ضعيفة على المنطقة أيضاً على المناطق الصحراوية الوسطى وحتى على الجنوب الغربي على منطقة تينوف يقدر تكون الرياح قوية تؤدي إلى بعض الزوابع الراملية تكون إن شاء الله سماء صافية مشميسة على الجنوب الشرقي على منطقة الواحد عينة ميناس حتى على أقصى الجنوب الشرقي على منطقة جانت منطقة صحراوية الوسطى بينما إن شاء الله ستكون سماء مولبدة يعني زحمنا نوال العالي والمتوسط يقدروا يعبروا على الخط لربط منطقة بشار حتى على غرداية وأيضا على المنيعة شوفوا درجات الحرارة غضوة إن شاء الله مع الفجر على المناطق السحلية ما بي 22 حتى 23 درجة حتى على البيض 24 درجة من جهة تلمسان غليزان نوسيدي بالعباس 20 درجة على قسنطينة ميلاس وقهراس أم البواقي 19 من جهة الجلفة تيارت وحتى على كل مدن الأوراس باتنا بريكا خنشلة 29 إلى 30 درجة على ورقلة غرداية واحدة على بشار 31 على الخط لربط تاب البالا حتى غار جبيلة 33 إلى 34 درجة على المناطقة الصحراوية الوسطى 27 إلى 28 درجة جانت 28 درجة 30 من جهة إليزي 31 درجة على تنزواطين وأيضا على برج بجي مختار خلال النهر ولا خلال النهر الغد خلال ظهيرة إن شاء الله توصل الدرجات الحرارة القصوى إلى 46 درجة على المناطق الصحراوية الوسطى عين صالح ريقان وحتى على تيميمون 47 درجة تحتضل محليا ربعة حتى الخمس درجة 43 من جهة بالبالا 42 درجة على غار جبيلة بتندوف 41 درجة الخط ليربط بالشهر حتى على بونورا بغرداية 42 إلى حاسيم سعود ورقلة والواد نحو مطيقة عنامينا 42 درجة على جانت 37 على تامنراسات 41 على تنزاواطين عين قزام أباليسا وأيضا على برج بجيموخطة 33 على العاصمة شرشال تيبازا بومرداس وهران مستغانم حتى على بنيسا 32 من جهة بجاياسكي كداعنابا والقالة 37 درجة على الخيطر وحتى على سعيدة عين صفرة مشرية 39 من جهة غليزان مع اسكر سيدي بالعباس مغنية حتى على ندرومة وتلمسان 36 بإذن الله من جهة بير العاتر الجلفة حتى على تبسة باتنا باريكا خنشلة كل مدن الأوراس وأيضا على تيارت 38 من جهة قسنطينا تيزي وزو أم لبواقي وحتى على ميلا حتى محليا 39 ولا حتى محليا تقدر توصل حتى لـ 40 درجة من جهة إبسكريا من جهة فريحة أغريب حتى على مقلع بولاية تيزي وزو البحر اللي نهالغاد إن شاء الله سيكون جميل هادئ خاصة على السواحل الشرقي لأن سرعة الرياح لن تتعدل 10 كم في الساعة 10 كم في الساعة 20 على سواحل الوسطى يقدر يكون محليا قليل الإضطراب على السواحل الغربية من تنسي حتى المرصب المهيدي لأن الرياح تقدر توصل سرعة حتى 30 كم في الساعة سيكون إن شاء الله شرقي من دلس حتى القالة بينما من سواحل الوسطى حتى لكل السواحل الغربية إن شاء الله سيكون شرقي إلى الشمال الشرقي سرعة أو درجة حرارة المياه تتروح بين 25 حتى 26 درجة مئوية بنسبة للأشعة الشمسية لزيلة خافيولية ستكون إن شاء الله 10 على 10 شروق وغروب الشمس على جزائي العاصمة وضواحي هاقد ما شاء الله نذكر الـ 2 و 31 و 30 أوت شروق سيكون على الـ 86 دقيقة والغروب على الـ 87 دقيقة الشروق قولنا ناهو دايما في الخدمة صفحة الفيسبوك أيضا تلقوا فيها كل معلومات ما يخص الجو وحتى البيئة نبقى لغي نقول لكم شكرا لكم على كرم المتابعة ومسياتكم طيبة في أمان الله